موسيقى ليكي حق تكلميني كده بس أنا أزراكي أنا والله ما ليش ذنب في اللي حصل ده خالص أنا بنت ناس ومتربية وأعرف الأصول كويس متربية وتعرفي الأصول كويس في واحدة تروح مكان زي اللي كنت فيه بعد نص الليل ما تظلمنيش ما تبقيش انتي والزمن أنا كنت راجعة من الشغل ومروحة البيت أنا باشتغل ممرتها شغلي بيبقى فينا بطشياط ممكن أروح الفجر لو بنتك كانت في مكاني كنت هتكرهيها عشان سامي دافع عنها لا حول ولا قوة إلا بالله تعالي يا بنتي ماضي سامحيني حبيبتي أعذرين إن كنت زلومتك معلش الدنيا دائت في قشي سامي ابني هو اللي كان فضلي في الدنيا بعد أخته الله يرحم معي وغزة ماتوا في حدثة وسبولي شام مين اللحي ربيه شام بعد كده ربنا يديكي طلط العمر يا خالدي وإن شاء الله سامي هيخرج بالسلامة بإذن الله ربنا على الظالم يا حبيبتي قل لي يا سامي انت بتصرف العلتك منين قصدي يعني بتشتغل إيه بالضبط الحكاية الشورت الصعبة وعلي زي في الزمان دي بساني أنا خريق جامعة من 12 سنة زي زي كان مليون شاب لا شغل ولا مش غلق ولا وصل على سفرين يعني حدرت تقدر تقول علي يا عاطم الحاجة الوحيدة اللي كنت ممكن أقدر أجب منها فلوس هي الملكمة حبيتها من صغرية كنت بتضرب في مركز شفاب جنب البيت لعبت كتير وكسبت كتير ولعبت على فلوس وصل بيها لحال اني بتراهن من تحت الترابيزة كنت بموت نفسش رجيب أي فلوس تعيدني على المعيشة بس إذا المرة دي حسبتها غلط راهنت على الخير والجدعانة والشهامة بس للأسف للأسف أساس خسيرت خسيرتي بس اساس ما تقولش كده يا سامي أقع عبدا تندم على خير انت عملته انت أنقصت بنت غلبانها صحيح يا عاملة هي دلوقتي غريبا انك بتسأل عليها ما عناها هي السبب في كل اللي حاصل عشان ملهاش زمي دي منت غلبان وضحية زي زيها بالزبط شوف يا سامي أنا هكلمك بصراحة أنا ما عودكش لك ما كنت أخب براءة بس أعيدك اني هحعمل كل جهدي بس أنا بريئة يا أستاذ أنا عارف ومتأكد بس في حاجة اسمها ظروف وملابسات وأدلة وسلاح علي بصماتك وأصحاب القتيل اللي شهدوا عليك خصوصا ما فيش حد تاني شاف البريئة هو دا جزات اني شوفت جريمة بالتمة قدامي ما قيبتش ساكت هعمل لقدر عليها سامي وأنا معكلي لآخر إن شاء الله ربنا ينجيه ويفك داته دا جدع شاهم وابن حلال وما يستهلش اللي هو فيه دلوقتي اتفضل الشعاء يا ابني متشكري حاج وانت يا هند بتشتغل ممرضة مش كده لا ما خلاص مده كان قبل المصيبة ما تحصل مش فهم أصلهم رفادوها بعد الحدثة قالوا عليها سيئة السمعة حظ بي الله ونعم الوكيل كانت بتساعدني بتاخد وردية فوق ورديتها أنا راجل صاحب عي والحال زي ما انت شايف نهايته ربانا يجازيهم دا الكرت بتاعي أنا ممكن أساعدك في موضوع الشغل يا هند ربانا يكرمك يا ابني متشكري قوي يا أستاذ اتفضل حضرتك دكتورة نسمة دكتورة نسمة أيوة خير يا حدث السبب معاي إذن من نيابة بالأبد عليك أبد علي يا أنا طبعا انت عارف عادل بإيه ان وجودك في التحقيق غير قانوني لكن انا مقدر ان الدكتورة تبقى أخدك أنا عارف المتشكل قوي يعني بإيه ممكن أعرف الدكتورة نسمة متهمة في إيه بالزبط الدكتورة متهمة بإصدار موافقات على مبيدات محظورة وبين المستندات مش دي قمدتك يا دكتورة إيه دا القمدت دي مش بتاعتي مش قمدتي يا متحك شبهها لكن مش قمدتي هاتي نسمة موسيقى موسيقى أربط عم بالتزوير في الولدة وبطلب تقديمه للطبيب الشرعي وبطلب كمان الإفراج عن الدكتورة نسمة حالا حضرتك عارف إن مقدارش يفرج عنها ويلس على زمة القضية يعني أنا المتهمة أنا المتهمة وكمان هتعجزوني طب ليه ليه معلش يا نسمة ده إجراء لازم يتعمل افتح التحقيق يا ابن المتهم سامي شريف سليمان إفندم النيابة تتصدق سادة أعضاء هيئة المحكمة الوقت سيد الرئيس السادة المستشارين من الواضحين بعدالة المحكمة مدى الجرم الذي اتكبه المتهم في حق المجتمع وما يحكيه المتهم عن بداعه الشرعية عن نفسه أو عن هذه الفتاة مجرد أكاذين فالقضية سيد الرئيس ليست كما أكيفتها النيابة على أنها جريمة قتل عمت مع صدق الإصرار والترصر ولكن الوصف الصحيح لها والمؤيد بأقوال المجنية عليها هند لطفي عبد المحسن أنها ليست إلا دفاعا شرعيا عن الغير وعن النفس ومن السابت أيضا من أوراق القضية أن المتهم شاب عاطم البطالة سيد الرئيس ليست اتهاما يوجه إلى المتهم البطالة واقعا فمقرير الطبيب الشرعي يثبت أنه لم تكن هناك واقعة اختصار أنا مش عادي سيدة القاضي النقطة دي تحسب للمتهم أم تحسب عليها أن تخدس الجريمة ثم نتدخل لمنعها وأن السلاح المستخدم في جريمة القط يحمل بصمات المتهم بالنسبة للبصمات التي وجدت على سلاح الجريمة فهي تخص كلا من المتهم والقتيل معا وهذا يدل أنه قد ضار بينهما شجارا حادا واضطر فيه المتهم للدفاع عن نفسه واستقر سلاح الجريمة موسيقى 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 موسيقى